السؤال دايما بيسأله والأطفال دايما بيبقوا أشقية شوي في البيت وبيبقى عندهم كده حركة وباور وعايز يتحرك ويكسر حاجة ويعمل حاجة وفي بعض الأحيان الأهالي بيقولوا دي حكوة يسأل ابني يعني عنده طاقة يعني إزاي أخلي الطاقة دي طاقة إيجابية وإزاي أخليه يحافظ على كل الممتلكات اللي موجودة ده جوة البيت الممتلكات الخاصة وحتى لما ينزل الشارع يحافظ على الممتلكات العامة كأنها ممتلكات خاصة في بيته هذي بضاعاتنا ردت إلي الطفل اللي أنا بربيه هذي بضاعاتنا ردت إلي يعني اللي أنا بعلمهله وبنشأه عليه هو بيبقى الناتج بتاعي في تصرفاته وسلوكياته جوة البيت وبرى البيت يعني أعتمد على أن أنا بقى قدوة مش أن أنا تدي محضرة مش خلي بالك الحاجة غالية ما يجيش الأبا ما يتعصب يشيل حاجة يكسرها ما تجيش الأمة ما تدي معها حاجة تقوم جاية رمياها طب أنت هتيجي تقول له حافظ على البيت خلي بالك دي غالية علي سواء ماديا أو معنويا خلي بالك من دي طب ما أنت ما بتزهق بتكسر طب إيه إشمعنا أنا يعني فخليني أول أن أنا في تربيتي أبقى قدوة لأطفالي خلي بالي أن أنا التصرفات الصغيرة اللي أنا بعملها جوة البيت الطفل ده عقله وهو زي صفحة بيضة إحنا اللي بنسطر عليها إحنا اللي بنكتب فيها بنكتب فيها احترامه للكبير تأديره للجماد قبل الكائن الحي أنه يحافظ على شكل جمالي موجود أنه يحافظ على مكان نظيف أنا اللي بعمل ده طيب أعمل إيه معي؟ مفترض أن أنا تصرفاتي تبقى متناسبة مع اللي أنا عايزة أوصلهولو عايزة أيلتزم بسلوكيات معينة أبقى أنا مترجمة ليه ما أبقاش راكب عربيتي ومعايا حاجة عايزة أتخلص منها وقوم جاية رميها في الشارع وأقول له بعد كده حافظ على قطك خلي قطك منظمة ونظيفة طب إيه الأمر ما أنت أعلمتني عكس ده أما تقوم أبقى أسوي سريرك وشيل حاجتك خلي بالك التصرفات الصغيرة دي بتبقى هي المنطلق لأن أنا بنشأ شخصيته على إيه شخصية مرتبة ولا شخصية مهملة وكل حاجة ترتيب السرير إنه يشيل هدوم وحطه مكانه الحاجات الصغيرة دي هي مش ترتيب للسرير ولا ترتيب للهدوم هي ترتيب للمنهجية اللي بتعامل بيها مع البيئة المحيطة مع الأشخاص ومع الأشياء لاتنين هيبقى هامجي هيبقى مهمل هيبقى تفكيره مش مرتب يجي بعد كده ما يكبر مش منظم وقته كويس ما هو منظمش حياته كويس ما هو منظمش سريره يعني سريره اللي قام منه الصبح ولازم يبقى عارف إنه هو لازم يسيبه منترتب حتى لو صغير قد كده عشان يكبر يبقى راجل كبير أو بنت كبيرة بيهتم بالجسئية دي مش معتبر إنه ده مش مش شغلانته وماما هتعمل أو الشغالة هتعمل لا أنا بديله آليات وطريق يمشي عليه إزاي تبقى تفكيرك منظم إزاي تبقى مرتب إزاي تبقى محدد أولوياتك إنك صحي من نوم أنت مستعجل طب هعمل أهم حاجة بسرعة ويبقى أنا أم مكبر شوية مسئولياتي تكبر مهامي تكبر أبقى مسئول في مكان ما أنا عارف أدير أولوياتي ودير وقتي ومرتب حياتي فخليني أقول إن أنا في الأدوات الصغيرة والحاجات الصغيرة في البيت أمرتب سريرك اتكلم بصوت واتي أنا بتكلم نفسي بصوت واتي أنا بدير غضبي قدامه فهو بالتالي ما طلعش طفل عصبي ما طلعش طفل بيكسر اللي حواليه دون النظر اللي قمته منيش المادية خلييني أقول قمته المعنوية وردة أنا بحبها فازة أنا بقدرها ده أنا علمته إنه يحترم اللي قدامه إنه يراعي مشاعره التعامل مع أي شيء بشكل كويس في المطلق بالتالي ما يبقى في البيت كده هيطلع بره عارف إنه لا ما يبقى معاه حاجة ما ينفعش أن يرميها في الشارع عشان كده بيلوس المكان عشان هو شخص اتعلم نبقى مسؤول مش عشان حاجة هتشوفه أو كاميرا هتسجله أو مخالفة هتجيله يا دي القضية عنده التزام من جواه مش الزام نتيجة قانون أو نتيجة كاميرا شايفاه أو هتديله غرامة كل الحاجات دي فبالتالي هيبقى بيتنا منضبط شارعنا منضبط ممتلكاتنا العامة منضبطة فأنا الأساس عندي الأسرة أنت بتربيه إزاي طيب